بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة سهام الوعلى من معاهد وبرامج تربية الفكرية لمرحلة المتوسط سوف نتعرف على درس من مادة لغتي للصف الأول متوسط أولا حتى نستفيد سويا طلابي وطالباتي من هذا الدرس هناك قوانين للصف الافتراضي سوف نتفق عليها ونطبقها كما تعودنا قوانين التعلم عن بعد أولا أبحث عن مكان هادئ لحضور الحصة الدراسية بعد ذلك أقوم بتجهيز جهاز الكمبيوتر أو الجوال استعدادا للدرس أيضا من قوانين التعلم عن بعد ماذا أفعل؟ أطلب المساعدة عند تشغيل الجهاز وبعد ذلك نتذكر طلابي وطالباتي أن يكون الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق أيضا لا ننسى أن نقوم بالجلوس جلسة صحيحة أيضا أجلس حتى انتهاء وقت الحصة الدراسية ويجب علينا طلابي وطالباتي أن نستمع جيدا لكلام معلمي ومعلمتي عندما يتحدثون وبعد الانتهاء من الدرس ماذا أفعل؟ أقوم بإعادة أدواتي المدرسية في الحقيبة المدرسية وفي المكان المخصص لها إذن موضوع درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي هو اللام الشمسية يوجد هناك هدف عام لهذا الدرس وهو معرفة اللام الشمسية الأهداف الخاصة لهذا الدرس هي أن يتعرف الطالب والطالبة على اللام الشمسية بشكل صحيح أن يقرأ الطالب والطالبة كلمات تحتوي على اللام الشمسية بشكل صحيح أن يسمي الطالب والطالبة كلمات تحتوي على اللام الشمسية بشكل صحيح وأخيراً أن يستخرج الطالب والطالبة كلمات تحتوي على اللام الشمسية بشكل صحيح الآن سنتذكر طلابي وطالباتي موضوع درسنا السابق تعرفنا على ماذا؟ على اللام الشمسية إذن أمامي ماذا؟ شمس أحسنتم عندما أضيف إلى الشمس اللام الشمسية كيف تنطق؟ الشمس أحسنتم واللام الشمسية لا نقوم بنطقها ولكن نقوم بكتابتها إذن اللام الشمسية لا تنطق ونقوم بكتابتها أيضا تعرفنا على أن اللام الشمسية تحتوي على 14 حرفا إذن يوجد لدى اللام الشمسية 14 حرفا أيضا تعرفنا على أن الحرف بعد اللام الشمسية يأتي ماذا؟ مشددا أي يحتوي على حركة الفتحة إذن اللام الشمسية لا تنطق ولكن تكتب تحتوي على 14 حرفا وأيضا ماذا؟ يأتي الحرف بعدها مشددا إذن اللام الشمسية يأتي بعدها أحد هذه الحروف التا والثا، الدال والدال، الراء والزاء، السين والشين، والصاد والطاد، الطاء والضاء، والنون واللام إذن حروف اللام الشمسية أريد منكم تكرار حروف اللام الشمسية هي التا والثا، الدال والدال، الراء والزاء، السين والشين، الصاد والطاد، الطاء والضاء، وأخيرا اللام والنون إذن هذه هي حروف اللام الشمسية أيضا اتفقنا على أن اللام الشمسية ماذا؟ تكتب ولكن لا نقوم بنطقها وأن الحرف الذي بعدها يأتي ماذا؟ مشددا أحسنتم كما في كلمة التفاح إذن نكرر الكلمة خلف المعلمة التفاح إذن لم أستمع إلى اللام الشمسية والحرف الذي أتى بعدها هو الحرف تا من حروف اللام الشمسية إذن سوف نقوم بتسمية بعض الأشياء أريد منكم تسمية الأشياء التي سوف تظهر أمامكم أمامي سمكة عندما أقوم بإضافة اللام الشمسية تصبح السمكة إذن اللام الشمسية هنا لم أقوم بنطقها وبعدها اجتمل حرف السين على حركة الشدة أمامي ماذا؟ شوكة أحسنتم عندما أقوم بإضافة اللام الشمسية على شوكة تصبح الشوكة إذن اللام الشمسية هنا باللون الأحمر أتى بعدها حرف الشين وهو حرف من حروف اللام الشمسية وأصبح مشددا أيضا لدي رمان عندما أقوم بإضافة اللام الشمسية تصبح ماذا؟ الرمان أحسنتم عندما أقوم بإضافة اللام الشمسية يصبح حرف الراء وهو من حروف اللام الشمسية مشددا أيضا أمامي زرافة أريد أن أضيف على زرافة اللام الشمسية كيف أنطقها؟ الزرافة أحسنتم إذن اللام الشمسية هنا باللون الأحمر أتى بعدها حرف الزاء وهو حرف من حروف اللام الشمسية أصبح مشددا أيضا تعرفنا على تفاح عندما نضيف اللام الشمسية تصبح ماذا؟ التفاح أحسنتم أيضا أمامي ثعبان سوف أضيف على الثعبان لام شمسية كيف أنطقها؟ الثعبان اللام الشمسية هنا باللون الأحمر قمت بكتابتها ولكن لا أنطقها كما في الثعبان أيضا أمامي دب عندما أضيف اللام الشمسية على كلمة دب تصبح الدب أحسنتم وبعد ذلك أمامي ذئب أحسنتم طلابي عندما أقوم بإضافة اللام الشمسية تصبح ماذا؟ الذئب اللام الشمسية هنا باللون الأحمر أتى بعدها حرف الدال وهو حرف من حروف اللام الشمسية أيضا أمامي لعبة سوف أضيف عليها اللام الشمسية أريد منكم نطق الكلمة تصبح ماذا؟ اللعبة أحسنتم أحسنتم اللام من حروف اللام الشمسية أيضا نجمة تصبح ماذا؟ النجمة أحسنتم قمت بإضافة اللام الشمسية وقمنا بتشديد الحرف الذي بعده اللام الشمسية حتى يصبح حرفا مشددا وهو النون وأخيرا لديه طائرة سوف نقوم بإضافة اللام الشمسية تصبح ماذا؟ الطائرة والطاء من حروف اللام الشمسية أيضا ضرف سوف نقوم بإضافة اللام الشمسية يصبح ماذا؟ الضرف أحسنتم إذن الطاء والضاء هو أيضا من حروف اللام الشمسية أصبحت مشددة بعد إضافة اللام الشمسية الآن لننطق حروف اللام الشمسية سويا التي تعرفنا عليها إذن أمامي ماذا؟ أريد منكم نطق الأحرف التي سوف تظهر أمامكم السين والشين أحسنتم هما حرفان متشابهان وبعد ذلك لدي حرف السا والضاد أحسنتم هما أيضا حرفان متشابهان وبعد ذلك أمامي ماذا؟ التاء والثاء أحسنتم أيضا حرفان متشابهان وبعد ذلك الطاء والضاء هما أيضا متشابهان أيضا أمامي أي الحروف الدال والدال أحسنتم أيضا هما متشابهان وبعد ذلك لدي حرف الراء والزاء أيضا هما متشابهان هذه حروف اللام الشمسية المتشابهة تبقى لدي حرفان مختلفان وهما اللام والنون إذن تعرفنا سويا على 14 حرفا من حروف اللام الشمسية أريد منكم طلابي وطالباتي حفظ هذه الحروف وتدوينها في دفتر الواجبات الآن سوف نقوم بإضافة اللام الشمسية على الكلمات التي أمامي وسوف نقرأها سويا أمامي ماذا؟ ماذا ظهر أمامي؟ نجمة أحسنتم أريد منكم نطق الكلمة بعد إضافة اللام الشمسية سوف تصبح النجمة أحسنتم إذن النون من حروف اللام الشمسية أيضا أمامي طائرة سوف نقوم بإضافة اللام الشمسية تصبح الكلمة ماذا؟ الطائرة أحسنتم إذن النون والطاء هي أيضا من حروف اللام الشمسية إذن الآن سوف نطبق ما تعلمنا سوف تظهر أمامي كلمات أريد منكم قراءة هذه الكلمات أمامي كلمة ماذا؟ السمكة أحسنتم إذن يوجد أمامي لام شمسية أتى بعدها أي الحروف؟ السين أحسنتم بعد ذلك أمامي كلمة التفاح اللام الشمسية باللون الأحمر ظهر بعدها حرف من حروف اللام الشمسية ما هو؟ التاء أحسنتم السقر يوجد أمامي حرف من حروف اللام الشمسية ما هو؟ الساء أحسنتم وبعد ذلك الشمس أيضا هنا هذه الكلمة تحتوي على حرف من حروف اللام الشمسية ما هو؟ أحسنتم الضابط يوجد أمامي في الكلمة حرف من حروف اللام الشمسية ما هو؟ الضاء أحسنتم اللعبة تحتوي أيضا هذه الكلمة على حرف من حروف اللام الشمسية ما هو؟ حرف اللام أحسنتم أتى بعد اللام الشمسية حرف اللام واللام من حروف اللام الشمسية أيضا أمامي كلمة الدب أتى أمامي حرف حروف اللام الشمسية أي الحروف؟ الدال أحسنتم إذن الدال هو حرف من حروف اللام الشمسية أيضا أمامي كلمة الرمان إذن اللام الشمسية هي باللون الأحمر أتى بعدها حرف من حروف اللام الشمسية ما هو الراء أحسنتم وأخيراً ظهر أمامي كلمة النحلة اللام الشمسية باللور الأحمر ظهر بعدها حرف من حروف اللام الشمسية ما هو حرف النون أحسنتم إذن هذه هي كلمات تحتوي على حروف اللام الشمسية الآن سوف نقوم سوياً بقراءة الكلمات التي أمامي باستخدام اللام الشمسية أريد منكم النظر إلى البطاقات التي سوف تظهر أمامكم وقراءة الكلمة سوف نقرأ الكلمة التي أمامي سوف نقوم بتهجئة حروف هذه الكلمة يوجد أمامي لام شمسية أتى بعدها حرف ماذا؟ الراء أحسنتم إذن سوف ننطق الكلمة الرياضية هي كلمة بدأت باللام الشمسية أحسنتم أتى بعدها حرف ماذا؟ الراء والراء من حروف اللام الشمسية أيضاً أمامي كلمة أخرى أريد منكم قراءتها سوف نقرأها سوياً الزملاء إذن تحتوي الكلمة على لام شمسية باللون الأحمر لم أقوم بنطقها ولكن قمنا بكتابتها أتى بعدها حرف ماذا؟ أتى حرف ماذا؟ أتى حرف ماذا؟ السين أحسنتم إذن أيضاً السين هو حرف من حروف اللام الشمسية إذن نتذكر قاعدة اللام الشمسية تكتب ولا تنطق الحرف الذي بعدها يأتي مشدداً إذن تكتب اللام الشمسية ولكن لا نقوم بنطقها يجب علينا مراعاة الآتي عند اكتساب هذه المهارة أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي والمعلم في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معاً أن تجزى المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسل اكتسابها ونقصد هنا بتقليل حروف اللام الشمسية على الطلاب والطالبات حتى يقومون بحفظها وبعد ذلك نكمل بقية حروف اللام الشمسية ولا ننسى مراعاة قدرة وإمكانيات الطالب والطالبة عند التدريب تعميم المهارة على أولياء الأمور تعميم المهارة من خلال تكرار كلمات الدرس على الطلاب والطالبات وكتابتها أيضاً نقوم بتكرار حروف اللام الشمسية على الطلاب والطالبات وكتابتها واستخراجها من الكلمات كيف نطبق استراتيجية التعميم يجب علينا التدريب في أماكن مختلفة مع أشخاص مختلفين حتى يكتسبون الطلاب والطالبات هذه المهارة أيضاً نقوم بالمحافظة على المعززات عندما أقوم بتعزيز الطلاب والطالبات سوف يقومون بالاستجابة أكثر أيضاً التعزيز المتقطع وهذا الطريقة تحافظ على استمرارية الاستجابة أيضاً نقوم بالتزويد بالأمثلة كلما قمنا بتزويد الأمثلة والأنشطة كان هناك تعميم أوسع لاستجابة هذه المهارة وهذا الدرس أيضاً نقوم بتدريبهم على خيارات أكثر وأخيراً لا ننسى أن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة الفكرية لن يعمموا الاستجابة إلا عندما نقوم بإقران هذه الدروس أو المهارات بما تعلمه وبيئته بمعنى أن نقوم بتكرار الكلمات في الحياة اليومية التي تحتوي على حروف اللام الشمسية التوصيات العمل والاطلاع على المشاهدة على تكرار الدروس من خلال قنوات البث التلفزيونية ضرورة حرص الوالدين على متابعة أبنائهم عند مشاهدة الحصص التعليمية الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية رابعاً جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أولاً بأول خامساً لا ننسى خلق بيئة منزلية محفزة للأبناء نقل أثر التعلم من الحصص الدراسية إلى المنزل من خلال الأنشطة اليومية المنزلية وأخيراً لا ننسى طلابي وطالباتي أن لغتنا العربية هي التي تمثل هويتنا شكراً لحسن استماعكم كانت معكم المعلمة سهام الوالة